زي ما بقول الدنيا اتغيرت خالص في 2019 ومتوقعين أن يحصل حاجات عنيفة حتى في الشهور الأولانية دي الأجهزة يا شاب الأجهزة اللي بتساعد الطبيب أو التولز اللي بتساعد الطبيب تقدمت قوي يعني ما زال البوتوكس والفيلر لهم توظيف يعني إيه لها توظيف البوتوكس لكن العقل البشري ابتدى يستخدمهم في حاجات تانية إزاي من الحاجات اللي بقت جميلة قوي البوتوكس أساساً يجي من 15 سنة بيستخدم في التجعيد الوش إنما ابتدى يستخدم في التعرق وزيادة التعرق تحت الإبط وفي الإيديه عن طريق الحقن عن طريق الحقن في الجلد كده بتقوم مضيعاها ابتدى يستخدم في الوردية اللي الأحمر هو الطب بقى عبارة عن يعني بيخلي الوش مورد يعني لا الوردية نوقفها لما نحقن بالبوتوكس في الوش الناس اللي طبعا تتوشها كده أكتر حاجة كمان الجامي الجامي دي إيه الجامي دي؟ في ناس لما يجوا يضحكوا اللثة تبن كلها فتتكسف يعني البنوتة هنا اللي أنا بقوله لكم ده حكتين البنوتة دي هبتعرق كتير قوي فبتقعد طول الوقت تتنشفها كده يعني بتتكسف تكسف من حماتها تكسف من صحباتها مني 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 لما تبقى في الشتة وتلاقي نفسها عرقانة جامد قوي تحت الإبت البوتوكس بيضيحها في ثلاث تيام وتكنيكسة تاني لما البنوتة نلاقي كل ما تيجي تضحك نلاقي اللثة بانت بنسميها يعني اللي هي الدحكة اللي ببينها اللثة ودي ثلاثة نوع إنما حقنا هنا وحقنا هنا بتنزل دي بشكل زي ما يقول ما حدش لاحظ إنما كنت دايما نهزك علشان جزها ما يلاحظهاش كل ستة شهر ضروري تعدها يعني ايه ضروري تعدها كل ستة شهر ما فيش أي أضرار يا دكتور من حاجة زي كده لا خالص الأمان بتاع البوتوكس إنه الدكتور يبقى ويل ترين يعني ايه متضرب متضرب وماء متضرب كويس خالص 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 كمان الجامس مايل دي بالذات حلت مشاكل كتيرة يعني انت البنات كتيرة خالص اللي بيلاقوا عندهم دي تلاقيها كل ما تيجي تضحك تقوم حط قدها على بقها بقت لازمة عندها يعني تقوم عاملة كده علشان كل ده بقى سهل العلاج سهل العلاج سهل العلاج وسهل الممارسة كل دي في الفين والسعتاشر واللي قابليها أكتر من كده كمان الدنيا اتغيرت خالص الناس اللي بيحطوا متفقنا مرة المينوكسيديل ده وكنا بنقول انهم شعرهم بيتغرق واوا وعندها شغل واوا اخترعوا لهم ايه أقراص ودي من أحسن اخترعات 2019 و2020 دي للموه الشعر هي نفس بدل هي راش بيلز فالتيك وخلاص ولا تدوش روحها وانتهى الموضوع وده بقت هي لسه ما جاتش مصر إنما موجودة بقصرة في أمريكا الكرس ده بياخد وقتها ديه دكتور عشان الشعر يقع بشكل مناسب ثلاث شهور معظم الحالات ثلاث شهور بتلاقي الدنيا تحسيني ايه كمان بقى اللي ضروري أقول إنها عملت طفرة العلاج البيولوجي العلاج البيولوجي للصدفية ده يعني الصراحة الصراحة إبهار علمي يعني أنا مش مصدق إن قدر العلم يسبقنا كلنا المريض الصدفية ده على فكرة تعددهم في أي حتة بتوصل يعني في مصر أعتقد عندنا ثلاثة مليون واحد ما هواش العدد اللي إحنا نقول إيه مش مهم لأ ده عندهم مشكلة ده أتبر ثلاثة في المية ما هوما اتنين ونص بالزبط في المية من البتج إنما شوف إزاي العلاج البيولوجي ده هو عيبه وحعيده خمسمائة مرة إنه غالي إنما أنا معيني ما عرفهمش التأمين الصحي والمؤسس التأمين الصحي ابتدى يصرفه على نفقة الدولة حاجة يعني ولا في أي دولة حتعملها ظرح ينبه موسيقى